طبعا في البداية حابب اقول لكم ان النادي الاهلي كعدته دائما ليه دور مجتمعي كبير جدا الاهلي مش بس فريق كورة ولا العاب ولا نشاط رياضي بس لا الاهلي نادي وطني رياضي اجتماعي ثقافي ليه دور ودور مهم جدا 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 الاهلي دائما هدفه رفعة بلده وهو خير من يمثل مصر في مختلف المجالات وخاصة الرياضي عشان كده كلنا النهاردة شفنا وتابعنا سيادة الرئيس عبد فتاح السيس الرئيس الجمهورية في احتفالية قادرون باختلاف وده توجه عام داخل جمهورية مصر عربية لدعم ابنائنا من زاوي الهمم اللي هم جزء لا يتجزأ مننا وليهم حق علينا وحق كبير جدا جدا مش حق واحد حق كبيرة جدا 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 شفنا الشاب الجميل محمود احمد اللي اعلن عن رغبته قدام سيادة الرئيس وكل الحضور انه هو نفسه يمارس رياضة المفضلة لألعاب القوى داخل النادي الاهلي داخل النادي الاهلي وبما ان النادي الاهلي بيقوم بدوره الوطني والمجتمعي على اكمل وجه كبتن محمود الخطيب رئيس النادي كلف كبتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي والكبتن عجمي رئيس جهاز زاوي الاحتياجات الخاصة والدكتور ياسر داود رئيس جهاز ألعاب القوى باستقبال الشاب محمود احمد اللي هو من اصحاب الهمم وبطل ألعاب القوى لتحقيق رغبته في ممارسة رياضة المفضلة داخل النادي الاهلي خلال الفترة اللي جاية دا استجابة لتوجيهات السيد الرئيس اللي حرس اليوم على لقاء زاوي الهمم لمسندتهم وتلبية احتياجاتهم ورفع معنوياتهم ودولة كلها واحنا كلنا وراهم ومعاهم لانهم ليهم حقوق كبيرة جدا 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 عندنا اشتركوا في القناة